عم بشوفك كتير قوي من بعد فترة كنت متوجس كنت على فكرة برج الدلو كان في عندك طاقة سلبية قوية كان في عندك شي قوي يمكن سحر او حسد او شغلة ولكن عم بشوفك عم تستشفي منها على خير عم تطلع منها الشاكرات تبعو لك نضاف في اخر الشهر امورك تمام اكتر شي ناس اللي عم يدرسوا عم بشوف في نتائج كتير حلوة في نجاح بامتحان يمكن كررت الامتحان اكتر من مرة ولكن شايفه نجاح شايفه احتفال بالنجاح مع الاصدقاء او مع الاهل عم بتفرح اهلك بهذا الموضوع او عم يفتخروا اه فيك وممكن تكون نفسك انت صاحب العائلة يعني الاب او الام انت نفسك ادلو اه انه ولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع موضوع الدراسة هذا الشهر اه فكمان بيطغوا على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا او عم يدرسوا في بلد تاني لاني عم بشوف شوي من او بعض ناس برج الدلو اما انتقلوا على بلد تاني او رح ينتقلوا عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا تكبوا كل الاشياء السلبية وكل المشاكل بالبلد الاديم او بالمسكن الاديم ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد عم بشوف برج الدلو الاشخاص اه وكأنه عم بيغيروا جلدهم وكأنه تعلموا بما فيه الكفاية من الحياة ومن الاشخاص اللي حواليهم عم بيغيروا جلدهم بيعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي لا مش هذا مش هذا هو انه كتير كتير رح تكون شخصيتك متغيرة عندك حكمة كبيرة تحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير اكلته انت فعلا ان ظلمت كتير فعم بشوف بعده زي ما قلنا فيه انتصار من بعد هاي المشكلة اه شايفيتك عم بتفكر بشكل ابداعي او انك تطلق اه فكرة بشوفك فيها اه اما شغلة ابداعية او شغلة اه بتساعد فيها الناس فيها مساعدة للناس اه مش انه بدون مقابل لا بمقابل ولكن بشوف فيها اه مساعدة بتقدم مساعدة للناس ممكن تكون هيلر ممكن تكون اه اه في جمعية خيرية عم تشتغل او عم بتحاول اه تعمل هذا الموضوع اه يعني عم بشوف خير من عندك بطلع للناس وعم تتصدق بهاي الفترة كتير اه عم بشوفك كتير اه كريم اه انت بالاساس كريم بس هذا الشهر اكتر اه عم بتكون اكتير محتاط في شخص اه حواليك اه امرأة او رجل مش اه يعني مش شرط ولكن هذا الشخص اه برجه اه مائي على الاغلب هذا الشخص اه في مشاكل بينك وبينه مش شايلك من راسه اه رح يضل اه فترة يعني في في راسه اه انت موجود ورح يحاول انه يعني يعني يعمل شوية مشاكل ولكن ما رح يطلع في ايده اشي انا ما شايفة انه بس اه اللي هي اه على الفاضي محاولات اه فاشلة بس انك شوي تكون اه محترس من هذا اه الموضوع عزيزي في في عرض رح يتقدم اما منك اما من الشريك اه شايفة في الكروت جاي فوق بعضها كتير حلوة اه انت والشريك شايفيتك في في قمة الحب والا من بعد اه مشكلة كبيرة يمكن هاي المشكلة نفسها اه يعني مشكلة كانت مش اه صغيرة مشكلة كبيرة مع الشريك اه صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط اه انظلمت فيها ويمكن هو المظلوم كمان يعني القراءة ممكن تكون عكسية لانه عامة اه ولكن عم بشوف اه من بعد هيك عم بشوف اه اصلاح للامور اه عم تتتت يعني عم الامور اه ترجع زي ماضيها زي ما اول بلشت اه العلاقة شايفة الناس العزاب اه شوي متكبرين يمكن شوي مش حابين يرتبطوا باي حدا اه يعني عندهم مواصفات عالي جدا لشخص المستقبل عندهم فرص ولكن عم بشوفهم اه ما ما عم يلقطوا هاي الفرص او اه عم مش بتكبروا عليها عم بيشوفوها انه مش مناسبة مع انهم اه ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع فبقولكم لا اعطوا فرصة في شخص اه ممكن انه يظهر في حياتكم اه هذا الشخص اه ممكن يكون اه برجه اما ترابي اما هوائي اه اه يعني رح يكون منيح رح يكون اه كويس وممكن ادملكم الحب اللي انتو محتاجينه انا عم بحكي للعزاب مش للناص اللي فيه بحياتهم شخص اه معين عم بشوف فرصة حمل كبيرة اه للناس اللي عم يستنوا حمل عم بشوف اه الحمل او هما اردي حوامل فعم بشوف الموضوع عم بيصير على خير مش مبين بنت او ولد شعر يمكن بنت بس اه يعني هذا اغلب الاشياء بس شايفيتك حبيبي اه كتير عم تحتفل هذه الفترة عم تطلع من فترة قاتمة لفترة حلوة اه عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب لو كنتوا على علاقة او لو كنتوا منفصلين اه عم بتفكروا في بعض الطريقة اه فضيعة اه التنين انا شايفي حب متبادل ولكن فيه اطراف اخرى عم تحشر حالها في الموضوع اه فعم بشوف سيطرة هدول الاشخاص لسه موجودة لحد الان اه ولكن بالمستقبل القريب اه ممكن انه يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص اهم شي اه رجوع ممكن يكون في سبتمبر بالنسبة للازواج اه شايفة فيه ناس عم بتفكر فيه اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك فيه يعني فيه علاقة ثلاثية عم تكونوا داخلين فيها اه بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفترة تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع لانه ممكن شوية اسرار تطلع اه لبرة اه من من غير ما تقصدوا اه او غصبا عنكم فديروا بالكم من هذا الموضوع خلينا نشوف اذا فيه تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر اذا شايف انتصارات بالعمل يعني ممكن يكون اللي هو ترقية لانه شايف عندك مفتاحين ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت ممكن تمتلك بيت او تمتقل على بيت جديد والمفتاح الثاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو اه ترقية او اه منصب معين فكتير حلو بالنسبة للتحذير اجاكم حظكم انه اه فيه فيه يمكن نفس الاشخاص اللي قلتلكم عنهم فيه فيه ما بين الاصدقاء فيه شخص متخفي اه فيه شخص عم بيدس اه سم معين او سموم معينة افكار اه عم بحكيها عنك بطريقة غير مباشرة وكأنك بتعرف هاد الشخص او ما بتعرفه انا ما بعرف بس انه هاد الشخص اه ما عم يكن لك الخير وحطك في راسه فدير بالك اه ممكن يكون باي وسط يعني مش بوسط اه معين هاد كان بشكل عام خلينا نسحب كرت اه اليك وكرت للشريك ازا كان فيه شريك اه للعقل الباطن على شو عم بتركزوا هاي الفترة او شو عم بتفكروا بشكل عام العقل الباطن ازا لبرج الدلو ازا برج الدلو ورق كتير حلو عم بتغير حالك اهم شي عم بتغير حالك اه لانه برج الدلو كتير طيب يعني عم بيستغلوا في ناس عم بيستغلوا هذا الموضوع فلازم تغير حالك لازم تغير شوي من اه تصرفاتك اه تحط حدود وانا شايفتك هاد الشهر ماشي باليعني اه بالاتجاه الصحيح خلينا نقول ازا كرت ايه كرت للشريك بالنسبة ايه لك اه حط يعني ما عم تفوت الدقيقة طول الوقت عم بتفكر بال بالحبيب ما رايح ابدا من فكرك قد ما سببلك مشاكل قد ما ظلمك قد ما عمل فيك لسه عم بتشوفه مثل الوردة لسه عم بتشوفه اه يعني ما تغير بتفكيرك ممكن بتفكيرك الواعي تغير اه عم تطلق عليه احكام وكزا لكن في عقلك الباطن انت ما زلت بتحبه احبه كبير اه احلى كرتين اه كمان الشريك الشريك اه عم بيحاول انا شايفة في عنده طاقات سلبية ممكن تكون من طرف ثالث عامله طاقة سلبية او اه يعني من طرف اه مو شط طرف ثالث اللي هو خيانة لا يعني ممكن تكون اي طرف اه لكن عم بشوفه شوي شوي عم بتحرر من هذا من هاي التراكمات اللي عنده اه شايفة عنده مشاكل عم بيركز اكتر اشي عانه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقة اه لقدام فهذا اكتر اشي عم بيفكر فيه وعم بيراقب وبيغارب طريقة فضيعة لكن ما عم يبين مبين عندي انه اه شوي شخص اه متكبر او عنيد اه غامض عم بيخبي اه امور او بيتقصد يكون غامض لحد يغيزكم يمكن خلينا نشوف اوراكلز هاي هاي الفترة فترة عواطف بالنسبة لبرج الدلور رح يركز كتير على عواطفه واساسا هي فترة رومانسية كتير حلوة بالنسبة له سبتمبر شهر مناسب للعاطفة اه نفس اللي قلنا عليه قبل شوي سبحان الله انه يعني ان انت رح تغير تفكيرك او اه الطريقة اللي بتغير اللي بتفكر فيها بالناس او انك تحط حدود زي ما قلنا اه هاد الكرت اه بيقيد هاد الموضوع. هون بقول لك ستيب اويف رامده وورد انت سيك. اه بقول لك شوي ابعد عن اه الزحمة الحياة المدن اه العجقة اللي بحياتك اه حاول تبتعد اه تعمل خلوة لحالك تعد شوي مع حالك يمكن تعمل مدتاشن يمكن تعمل اي اه اي سلوك روحاني اي ممارسات روحانية اه لحالك اه تتعطي حالك اه شوية خلينا نقول يعني راحة من التفكير بيقول لك خلي حدسك هو اللي اه يحركك ما كتير ترد عاللي حواليك او عن ناس اللي حواليك راح يكون اه يعني راح يكون فيه لغط لانه قلنا قبل شوي فيه اشخاص حواليك ما عم يريدو لك الخير. فبيقول لك انتمي او اه اتبع احساسك وانت من الاشخاص اللي عندهم حاسسات زي يعني قوية. فهدولة برج اه اه ادلو كمان بيقول لك اه اه هذا الكرت اه كرت قانوني بس بيقول لك انه انتبه من الامور القانونية من المخالفات اه بشكل عام انك تخالف وخاصة في العمل للناس اللي بيعملوا بيشتغلوا اه كون اه يعني ماشي على القانون مية بالمية ما تتركها للحظ اه هاي الفترة. اه بيقول لك تون باك اه اه في موضوع انت عندك اياه موضوع خلينا نقول فيه غموض كتير مشروع خليه خليه يكون مشروع او علاقة اه حاسس فيها حالك مثل الضايع مشروع ممكن يكون بالعمل او كزا اه دخلت فيه لكن اه مثل اه يعني مثل اندمت او دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع فبيقول لك اقرب شي انك تطلع منه. اه بلا ما تمشي كل هاي المتاهة وتضيع اكتر واكتر اطلع من هذا الموضوع. او يمكن ادمان معين. ممكن ادمان ممكن تعلق ممكن اه شي معين فبيقول لك بلا ما تفوت بهاي المتاهة اه يعني اطلع منها. هذا الشي على فكرة جديد اه ان كان شخص او حدث او اه مشروع هذا شي جديد ما عمي يحكوا عن شي قدين. اه بيقول لك صح فيه بطريقك كتير اه متل معوقات او كتير بس بيقول لك اه بس تطلع قدامك خطوة بخطوة ما تفكر بي اه يعني كتير لوقت بعيد. اه كون متفائل وفكر بس بي اه باليوم وبكرة وكون سعيد ما تحمل حالك اه اكتر او او ما تكبر الامور اكتر اه ما هي. خفف عن حالك شوي رفح عن حالك. هون بيحكي لك اه نفس الشي بيقول لك امن باي جواتك اه كمان بيحكي عن الحاسسات والحدث انو في عندك حدث كبير استغل هذا الموضوع وممكن انك تنمي. ممكن انك تنمي هادي الموهبة اه اكتر واكتر. بيقول لك انه التزامك كمان في الامور والمشاريع راح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي فمات يعني هون نفس الشي بيحكي لك. ركز ما بعرف ليش تطلعوا بكل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو. احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسسات سي يعني بس الكروت يعني كتير عم بتحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع. اه نمي هاي اللي دواتك. اه هذا الطائر اسمه كيوي. عم بيقولنا او عم بيقول لك يا برج الدلو. اه بيحكي لك اعمل عن عن طريق المشي. اللي هو في في طريقة مش بس اه بالشمعة او اه انه نتنفس وكزا. اه لأ بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشي غير بالمشي علشان نتصفي ذهنك من اي افكار اه تانية. هو دائما هدف انه تعمل تركيز على اشيء يعني على 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 التنفس على على اشيء معين اه او باندول او شي يعني صوت معين بحيط انك تتخلص من كل الافكار ايجابية او سلبية لمدة دقائق. اه هذا الشي بيعمل كتير فرق معاك ويزيد طاقتك الايجابية. فهو بينصحك بهذا النوع من اللي هو بالمشي كل اه كل يوم لمدة اسبوع. فحلو يعني اتبعوها اعملوها او سبوع اشوف اشبت لما اكو